بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم مشاهدين الكرام في قناة سجاء للمعرفة نرجو منكم الاشتراك وتفعيل الجرس كي يصلكم منا كل جديد وطبعا لا تنسوا لايك على الفيديو إن أعجبكم وأيضا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة للجميع ولكم الأجر في ذلك إن شاء الله نبدأ على بركة الله Notre leçon d'aujourd'hui c'est leçon numéro 27 Aujourd'hui on étudiait la forme négative سيرات النفي Je vais vous rappeler par la forme affirmative Exemple pour une phrase affirmative Je parle avec ma cousine La forme affirmative c'est-à-dire en arabe سيرال إثباتية أو جملة إثباتية Exemple Je parle avec ma cousine أتكلم مع ابنة عمي Ou bien Nous écrivons notre leçon Nous écrivons notre leçon نكتوب دروسنا La règle générale أتكلم مع ابنة عمي أتكلم مع ابنة عمي Exemple Les différents sens de la négation La négation peut exprimer des sens différents en fonction de l'adverbe de négation utilisé C'est-à-dire en l'adverbe النفي يستطيع أن يعبر عليه بأشكال مختلفة على حسب ظرف النفي أو على حسب سياق الجملة التي سوف ننفي نهاية 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 أو أية نهاية 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 نُّ پَزَنْكَرْ لَيْسَ بَعْدْ نُّ إِنِي لَا وَلَا وَلَا وَنُّ إِنِ إِنِي أيضًا لَا لَا سوف نرى كيف نستخدم هاتهي العبارات في نفي جملة exemple نُّ پَزَنْكَرْ لَاشُورًا بَيْنَ نُّ إِن بَقَرْ لِمَا وَلَا وَلَا وَالْخَلِ مَّتِ بَعْدَهَا لِنِافِي يَحْسُرن الْفِعل يعني الفعل يكون بينهما أو في الواسط Les fantômes n'existent pas الاشباح غير موجودة أو لا توجد Dans le langage courant ou familier Le mot ن أو ن est souvent supprimé et ne s'entend pas في الكلام العامي Le mot ن أو ن طبعا ن عندما يكون الفعل الذي بعدها يبدأ بي ويوية دائما نقول لدي ويالتقيا نحذف الأول مثلا في الجملة هاته أو في المثال هذا الذي عندنا Les fantômes n'existent pas لم نكتب les fantômes n'existent pas n' تنتهي ب-e والفعل يبدأ ب-e دو voyal يلتقيان إذن نحذف الأول n'existent pas عندنا في النفي نستطيع أن نستعمل n' أو bien n' قلنا في اللغة العامية le mot n' أو en غالبا ما يحذف الفرنسيين لا يتبعون دائما القواعد كما هي في لغتهم العامية أو في كلامهم العامي يحذف ن ويترك فقط الذي بعدها مثلا pas rien person ينفو الجملة فقط بالكلمة الثانية التي تأتي بعد الفعل ون يحذفوه مثلا مثلا لا يحذف لا يحذف لا يحذف لا يحذف في هذا المثال نزعنا ن جوني لا يحذف لا يحذف نزعنا ن لا يحذف لا يحذف لا يحذف لا تأتي بعد الفرنسيين لا يحذف جدا لا يحذف لكن لا تأتيժ لا يحذف تعي fresh بين يعني على الإطلاق هنا Elle n'a jamais joué la guitare Ne pas encore Exemple Nous ne sommes pas encore prêts Nous ne sommes pas encore prêts Nous nous laissons encore plus tard Sarah ne peut pas encore parler Sarah ne peut pas encore parler Sarah radya Nous nous laissons Nous ne sommes pas encore prêts Pour qu'on se parle Ou pas pour qu'on se parle Sauf qu'on se parle Mais maintenant La ne peut pas encore parler Ne rien Elle a perdu ses lunettes Elle ne voit rien Elle a perdu ses lunettes Je n'ai rien Je n'entends rien لا أسمع شيئا 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 Il ne reste personne ici لم يبقى أحدا هنا Je suis allée à une fête mais je ne connaissais personne ذهبتوا إلى حفلة لكن لم أكن أعرف فيها أحدا ذهبتوا إلى حفلة لكن لم أكن أعرف فيها أحدا يعني هذه الحفلة لم يكن فيها أصدقائي أو أقاربي لم أعرف أحدا هناك نغار L'élève n'a garré le choix L'élève n'a garré le choix التلميذ لم يعد لديه اختيارات نه aucun أو bien نه aucune Il n'a aucune excuse pour mentir لَيْسَ لَدَيْهِ عَضْرُ لِكَيَّكْدِبْ Excuse c'est un nom féminin لذلك لم نقول إِلْنَا أَكَنْ إِذَا كَنْ بَعْدْ أَكَنْ Un nom féminin نكتوب أَكُنْ إِذَا كَنْ مَسْكُلَا أَكَنْ تُنَا أَكَنْ سْتِلُوْ هنا stylo c'est un nom féminin لذلك كَتَبْنَا أَكَنْ تُنَا أَكَنْ سْتِلُوْ لَا يُجَدَ عِنْدَكَ اَيْ قَلَمْ نُّ نِي نِي prends-tu du sucre ou du lait prends-tu du sucre ou du lait تأخذ سُكَرًا أو حَلِبًا جُنَا أَكَنْ سُكْرًا نَيْ دُوْلِي لا أَأْكُلْ لا حَلِبْ وَلَا سُكْرًا نِي إِنِي هنا عند الاختيار نستميلها في أغلب الوقت في اختيار الشيء نِي سُكْرًا نِي دُوْلِي إِلْنَا نِي فْرَرْ نِي زَمِي لَا يَمْلِكْ لَا إِخْوَى وَلَا أَزْدِقَارِ Je veux remercier tout le monde et à bientôt à la prochaine leçon Merci شكرا للمشاهدة